قرّر ثاون بعد ذلك أيها الأخوة ربما يعني تقريباً بثلاث سنوات بثلاث سنوات في 1242 في آخرها الثلاث الأخير من 1242 أن ينتقل من لنظر لماذا؟ ظهروا مطبيعاتي لا يحب النزاعات لا يحب المجادلات الكثيرة حتى العلمية ليس في طبعي شخص مسالم وهادئ ولا يحب أيضاً تبذير الأوقات هو الآن عالم مثابر وباحث دقيق يريد الوقت يريد دائماً أن ينتهز الأوقات لندن مدينة عج بالحيوية وبالحياة والعلماء والمجتمعات والجمعيات وهو عضو أكثر من جمعية علمية هل يضيع وقته؟ وبدأ أيضاً يشفر بأن صحته تتراجع أنواع من التعب من الإرهاق أبدائياً فأحب أن ينتقل من هذا الصخب والضجيج إلى منتج عريفة بلد رفية عريفة كذا قرية منتقل فعلاً في شهر 9 سبتمبر 1248 إلى داون إلى داون هذه المنطقة الريفية تبعد 16 ميلاً عن لندن يعني حوالي 25 كيلو متر ليس كثيراً لكن الطريق لها صعب يأخذ ساعات طويلة يعني صعب عليك أن تزوره حتى في هذا المكان هذا سيتعبك يتخلص كذا من ضجيج الناس الزيارات والاجتماعات واللقاءات فذهب إلى داون في سبتمبر 42 وبقي فيها حتى وافته منيّته 1282 يعني كم؟ 14 سنة بالتمام تقريباً هو مات في أبريل تقريباً 40 سنة تامة لم يتحول عن داون هاوس عن بيته في داون بقي هناك إلى آخر حياته جميل حتى يقال إن أخيه حين زاروا لأول مرة في داون هاوس سأله ممن تهرب قال من كل أحد ومنك أنت خصوصاً يوم مزيحه أخوه عارف أنه يوجد الخلولة تهرب من الناس قال ممن تهرب قال من كل أحد ومنك أنت خصوصاً معنى أنه كان يحب أخيه جداً فيه على مدى أربعين سنة تقريباً زيارته النمطية وكانت لا تمتد لأكثر من أسبوع كانت لأخيه إرازمس ولإبنته المزوجة في لنطن كانت لنطن سبع الأسبوع ويروح ليس أكثر من أسبوع يقول فرانسيس ابنه يقول فرانسيس وكانت التي تغريه بهذا بشكل صفقات وتقول له بعض المزايا وبعض المسوّغات قال أم إما زوجته تذهب إلى ابنتك المسكينة إلى أخيك اشتاق إليك والصحوبة لا يحب أن يتنقل يحب أن يبقى في بيتيه خاصة كما قلت لك من الآن بدأت تعتل الصحة في داونهاوس أربعين سنة يقول ابنه لا نعلم أنه مر على أدين يوم واحد تمتع فيه بصحة الإنسان عادي أعلام دائماً طبعاً عاش وامات في هذه الأعلام والتباريح وإلى اليوم لم تعرف طبيعة المرض الذي أجهد وأتعب تشهز وما تنقل فيه ناس يقولوا مرض منشأه نفسي فيه ناس قالوا لا مرض في المحدة المسكين لكن كان يخفف عنه على ما ذكر هو في سلاته الذاتية البحث العلمي العمل العلمي قال أكثر شيء يشيع فيه السعادة والشعور بالبهجة العميقة أن أفهم موضوع النار فهن أفهم شيء جديد ودرك شيء جديد والبحث كان إذا دخل فيه غرفة المكتب يبحث ويدرس ويتابع التحقيق ينسى كل شيء حتى الآلام والتباريح يغيب عنه خلاص يستغرق هذا العلم الحقيقي العلم الحقيقي في ذلك ولذلك حين أراد أن يُعلِّل لنا نجاحه العلمي ذكر تقريبا أربعة أو خمس الأشياء سنكرها في وقتها لكن في رأسها حب العلم سلب نجاحي حب يحشق يحشق العلم هو ليس عشان الشهرة كان يكره الشهرة يتقزز منها يقول أني شعور بالتقزز من حرص العلماء والناس على الشهرة الممثلة في الأسبقية أنني أنا أول من فعل هذا أنا أول من اكتشف هذا غير مهم أول من أول من أعاش علمهم أن تفهم علمهم أن تحرف علم حقيقي علم حب العلم يتعبّد في محراب العلم لذلك أبدع وابتكر هذا الرجل الكبير